موسيقى أهلاً وسهلاً اليوم 28 شعبان يعني ربنا رائد أنصوم رمضان مع بعض انت إيه ده انت ملبيتش جلبية إيه؟ ما دي جلبية باش ده قميص مش جلبية السلام عليكم السلام عليكم أهلاً يا حامد تعال سلم على عمك ناجي بيك عط الله وأخواتك من مصر أهلاً بالعم ناجي حامد ابني نقيب في حماس ونعم الناس انتوا اللي ناضلتوا وصامتوا وقفتوا قدام الجيش الإسرائيلي وعلمتوهم الأدب السلام عليكم يا جماعة وعليكم السلام وعليكم السلام ناجيب ابني الوسطاني أمين سر الشبيبة في غزة من فتح ونعم الناس انتوا تاريخ النضال الفلسطيني انتوا لأطلقتوا أول رصاصة ورميتوا وأول حجر بسر خير يا جماعة بسر خير بقول ياسر ابني الزغير آخر العنقون وده معدول ولا معدول لا هذا مع المورستان هذا بحاله السنة كامة ياسر رابعة كومبيوتر ونعم الناس أنا عاد إلي دماغ لحالي غير أخويا حامد وأخويا ناجيب أنا شخصيا شايف إنه مفيش فايدة عشان هيك كل أسبوع زمن وبخلص الجامعة وأهج بعيد عن هان أنا بقى بحب الدماغ دي قوي أصلا أنا زيك كده غاوي هجاجان ونوي تروح فين أمريكا أعوذ بالله لا يا عم أنا مرتب حالي على السويل هم الخواجات صحة في أوروبا ده أنت تلاقيك مربط مع موزة هناك يا عم هي هيك أصرنا أربع سنين متقابل عشاد قمر بتقول للقمر قوم لقعد مطرحة إيش يا بش مهندس ليش قاعد بعيد هيك إحنا ما بنحكيش في السياسة يا زلمة لا أصلا أنا أمي وحشيتني أبي بس هيك طب ما تحاكي يا هو ممكن خد بس دير بالك أحسن بك طع على طول أنتو ما عندكوش ديسكو في غزة طاش يا بابا وأنت وحشني وأكتر حبيبي طمني على صحتك يا سيديناك كويس الحمد لله المهم أنت خلي بالك من نفسك لا 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 بقول ما كيبش في وقت الكلام ده أنا أصلا مش هينفع طول في المكالمة بس أنا حاول أكلمك قريب إن شاء الله خلي بالك من نفسك يا بوكباتر أيو كده لا إله إلا الله والله يا أخي حامد اللي انتو بتعملوه ده ربنا هيكفئكم عنه ويجزيكو خير إن شاء الله عشان كده الشعب يختاركم ومهما كان الصهين عندهم سلاح ومهما كانت أمريكا بتساعدهم دولة الفجور والضلال والفسق قادر ربنا ينصرك على القوم الكافرين يقول تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم الله يفتح عليك يا شيخ حسد إنما أنت ما قلت ليش إيش جايين تسوهان ده سؤال لا أستطيع الإجابة عنه يا أخي حامد أعذرني لكن تأكد إننا بصدد مهمة كبيرة جدا ادعلنا يا أخي حامد ربنا ينصرنا ادعلنا شباب لو بدكوا أي شي ها أي شي قولولي ما تخجلوا وانت أخواتي ها ربنا يحفظك يا ابن الأصول يعني لو سمحت أنا جيب ممكن أطلب منك طلب انت تؤمر تهمي كنت عايز تليفونك أتطامن على خطبتي في مصر بس هيك تكرم عيونك بس هيك طلبها شكرا 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 لا أعلم شي أبداً أبو طاري ما هي أخبار النقطة في مصر؟ لا، نريد أن نسمع النقطة غزوية أصلاً لدينا أزمة نقطة كبيرة في مصر قل لنا أنت واحدة يا يسر طيب، اسمعوا هناك اثنين محششين من غزة واحد يقول للتاني ما رأيك؟ إحنا الاثنين نصير فنانين قال له كيف؟ قال له بسيطة قال له أنت تصير فنان تشكيلي وأنا بصير فنان أشكيلة آه حسناً إحنا كيف يبدو يا كيف أسل بل أختصر طب، اسمع ربي غزاوي سيحج وأنا رأى الناس يرشون من قبلس في الإحجارة فعلى عجل سيارة وألغى منه ... ... ... ... ... أخري بعقلك يا أسري، أنت مصيداً يا أسر دماغه مقلوبة، هو هيك طول النهار والليل بيتمسخر وبينكتس طب اسمع هذي، قررت الغزازوة والنبلسة والخلايلة يبني جسر بين هل بدن التلاتة الغزازوة قالوا الحديد علينا، والنبلسة قالوا الحجار علينا، والخلايلة قالوا الإسمنت علينا بعد أسبوع، وقع الجسر فوق دماغ الناس، قالوا الخلايلة يا خسارة راحوا الاسمنتات والنبلسة قالوا يا خسارة راحت للحجارة الغزازوة قالوا منيح ما حطينا حديد كان راح علينا أنا توت، وأنا كمان طب يضحك لا اسمع هذي يا ناجي بك أعلنوا منع التجول في غزة قام طلعوا أهل غزة عشان يشوفوا إيش القصة ده تحكوش لي؟ كماناً قل لي أبو طارِق، أم hierarchية sedia أينا ważنى ولاد عم الصعيدة يعني.. لو ما كانش فينا عرق صعيدي كنا سم material birçın يعني آيس بك إي nuevosنب Stage أه مسám والله لك حق أبو طارِق طبعاً، اقذناك بقى يا ناجي باشا على فيلا برينا؟ هنزل مع ياسر شوية فرّجني عالبلد أصليعوني ما شفت غز ياسر ها والله ها هو داب متلبليش دمار خليهم يطلعوا يطشوا الشباب بدهم يتفسحوا شوي غزة كلها شارعين يلفوا لفتين وبيرجعوا على طول طب يالله بس ما تأخروش على طول عمي